السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي ومتابعين الكرام يارب تكونوا بخير أنا النهاردة جبت لكم وسطة حلوة أو فائدة عظيمة لتسهيل الأرزاق وتفريج الهموم والقروب أنا عارفة كل الناس هزي الأيام بتمر بظروف صعبة ومش حلوة وضيق وهم وضيق في الرزق وضيق في تيسير الأمور وكل حاجة فبجيب لكم كل الأدعية وكل الأوراد الجميلة اللي ممكن تنفع بفضل ربنا لأن ما فيش أي حاجة هتنفع بدون مشقة ربنا وفضله المهم إن احنا نستمر على القرآن والأوراد ربنا هيفرج كل الكروب بإذن الله وفائدة النهاردة لتسهيل الأعمال هنقرأ الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهنقرأ سورة الشرح وهنقرأ آية الكرسي كل واحد منهم عشر مرات يعني هنصلى على النبي عشر مرات وهنقرأ سورة الشرح وهنقرأ آية الكرسي كل واحد عشر مرات وهنكون قبضين على أصابعنا كده بدءا من الصابع بدءا من الصابع الكبير الأيمن وانتهاءا بالصابع الصغير بيكون له أثر عجيب هنقرأ كل من الصلاة على النبي عشر مرات وصورة الشرح عشر مرات وآية الكرسي عشر مرات وياريت يكون بعد صلاة المغرب ومستحب يكون يوم الجمعة وتدعو بما تشاءون وبإذن الله ربنا هيفرج كل همومكم وهيفرج لكم أي قرب بإذن الله وأي مسألة أو أي أمر تريدون تسهيله هيتيسر وهيسهل بإذن الله وعليكم بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد وعليكم بقول لا إله إلا أنت سبحانك أني كنتم من الظالمين كثيرا والحوقلة واجعلوا دائما الزكر على لسانكم إن شاء الله هتشوفوا تيسير الأمور وكل خير هيجي لكم بعون الله ودائما لا تستطيعوا الإجابة ولا تقنطوا من رحمة الله يعني لا تيقسوا واستمروا في الدعاء وبإذن الله أي مقروب هيتفرج همه كده يكون خلص فيديو النهاردة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر